السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة عالم مع واطف كانت مني يلقيكم الفيديو باحسن احوال و فصحة جيدة اليوم ان شاء الله سنشارك معكم وصفة ديال شهدة و بغيوش سميوه كيف ما بيتو المهم انه يجي اكتر من رائع يجي خفيف و قطني بالنسبة للعجين بدون ذلك و بدون اي مجهود سنحضروها بالملعقة فقط و النتيجة انتو ما كتشوفوا معايا كيجي الشكل ديالو رائع و انا هكا كنفتح ليكم باش شوفوا الشكل ديالو من الداخل شحال خفيف و المدق ديالو رائع ان شاء الله تجربوه وينالاعجاب ديالكم سبق لي و شاركت معكم وصفات اخرى اللي حتى هي رائعة باشكال لي مختلفة غادي نخلي لكم الروابط في صندوق الوصف هكا باش اللي بغا تشوفهم تلقاهم و ندوزو دابا باش نشوفو المكونات و الطريق بالنسبة لمكونات فهجي نحتاجو 300 جرام جلد دقيق الابيض كاس الا ربع من الحليب بيضة واحدة ملعقة كبيرة من الزبدة ملعقة كبيرة ممسوحة من خميرة الخبز او الخميرة الفورية ربع ملعقة صغيرة من الملح جوج ملاعق كبيرة جلد سكر حبيباس و سكر الفانيلا هنا غادي ناخد الحليب بطابة الحالي يكون دافئ ما يكون سخون بزاف هكا باش ما يبطلش لنا المفعول ديال الخميرة غادي نضيف هكا الخميرة في الكاس ديال الحليب مع نصف الكيمية اللي عندي ديال السكر اي غادي نضيف دابا ملعقة كبيرة و غادي نخلط بهذا الشكل هادا من بعد غادي نخليه جانبا باش كتفاعل الخميرة و في هاد الوقت هدا غادي ناخد بول غادي ندير فيه الكيمية اللي عندي ديال الدقيق اللي هي 300 جرام ما يعادل ثلاثة ديال كؤوس غير مملوئة مع الملح والكمية اللي بقت عندي ديال السكر اي ملعقة كبيرة وسكر الفانيلا بنسبة لسكر الفانيلا ممكن ايضا تعودوه بقشور البرتقال او قشور الليمون غادي بقى على حسب الدق ديالكم و اللي متوفر عندكم نسمو العجين باي حاجة بغيزو كنخلط النواشف بهذا الشكل من بعد غادي نضيف الحليب اللي كتكون ها كدابة الخميرة وتفعلت بهذا الشكل و البيضة بنسبة هاد البيضة هادي غادي بقى لكم الاختيار انكم ضيفوها كاملة او اللي كدفو فقط البيض في العجين و كدحتفظو بالسفار باش كدهنو به من بعد انا هنضفتها كاملة و غادي نبدك نخلط هاد المكونات بالملعقة فقط و غادي تشوفو معي القوام ديال الخليط كيفاش خاصو يكون خاصكم تحصلو على عجين تيكون بهذا الشكل هادا كيكون كيلتازق و بالنسبة لهاد العجين ما غاديش نحتاجو نهائيا اننا ندلكوها بيدنا غادي هاك غير نخلطو بالملعقة جيدا و في هاد المرحلة غادي نضيف ملعقة كبيرة ديال الزبدة تكون بدرجة حرارة المطبخ و نخدمها حتى هي حتى كتنساجم مع العجين تماما و هنا عندي العجين واجدة هادا هو القوام ديالها فكيف ما شفتوا معي انا خلط العجين بالكأس الا ربع ديال الحليب فقط يقدر يكون عندكم الدقيق من النوعية اللي كيتشرب كتر و تقدروا تحتاجو تزيدوا الضيف القليل ديال الحليب فعلى الاغلب غادي تاخد لكم هاك كأس الا ربحت الكأس هنا العجين عندي واجدة خديت بول اخرى ادهنتها بالقليل من الزيت و غادي ندير فيها العجين بهاد الشكل عادا و ندهليها الوجه ديالها بالقليل من الزيت نغطيها بالبلاستيك الغذائي و نخليها حتى كتخمر و يتضاعف الحجم ديالها بحلاكة بالنسبة لمدة ديال الاختمار غادي تبقى على حسب الجو المهم تخليها كتخمر على راحتها حتى كيباليكم الحجم ديالها الضعف بحلاكة فغادي نفرغ الهواء اللي تشكل فيها كتشوفوا ان العجين كتجيها كخفيفة و كتلتاصق في اليدين دهنوا هنا اليد ديالكم شوية ديال الزيت باش ما تلصقش لكم العجين في ايدكم من اللي فرغت من الهواء بهاد الشكل هذا غادي نجيو هنا لسطح العمل و غادي نرشوه بالقليل من الدقيق الابيض و غادي نحط فيه العجين نحاول هكا نشكلها لكورة اللي غادي نمررها من جميع الجوانب هكا في الدقيق من بعد غادي نقسمها هاد الكيمية اللي عندي غادي نقسمها ال 12 كورة و نحاول انهم يكونوا متساوين من بعد غادي نشكلهم اللي كورات بهاد الشكل هادا وهنا غادي نبدا كنعمرهم هكا بالشوكولة اي شوكولة عندكم تديرو هكا اي نوعية ديال شوكولة ديال الدهن بغيتوا تديرو حتى شوكولة قطع ديال شوكولة هكا في الوسط تديروهم غادي يبقى لكم الاختيار انا هنا قدرت شوكولة ديال الدهن والطريقة راه واضحة معي كنبسطو هكا العجين غير شوية بالنسبة العجين كتكون هكا خفيفة كتبشي معانا بكل سهولة غير كنبسطها هكا غير شوية و نحط هكا الكيمية اللي عندي هكا ديال الشوكولة اما شوكولة ديال الدهن او قطع ديال الشوكولة و نجمعوا هكا الاطراف و نسدوهم في الوسط و من بعد كنحطهم هكا في المول او شوفوا انتم الشكل اللي بغيتوا كيف ما بغيتوا بغيتوا تديروها بشكل دائري او تديروها في هذا ديال الكاكل اللي تكون في هكا هد الشكل هكا مفتوح من الوسط فانا اخديتوا و دهنتوا بزبدة و رشيتوا بالدقيق داروري اننا ندهنوه بزبدة و نرشوه بالدقيق هكا من اللي كيطير كنقدرو هكا نحيدوه بكل سهولة ما كيلتاسقش نهائيا سوفو كندير هكا هد الكورات بهد الشكل هادا كيجي الشكل ديالهم بحلكة و غادي نخليهم حتى كيخمروا و كيدداعف الحجم ديالهم من اللي غادي يخمروا و غادي ناخد السفار ديال بيضة و غادي نضيف معاه ملعقة كبيرة ديال حليب و غادي ندهنهم هكا من الفوق بهد الشكل هادا ف هاد الوقيت هادي انا شاعلت الفران باشا غادي يسخن فانا عندي فورن كهربائي شاعلته من الاسفل فقط درجة الحرارة 180 درجة و غادي نخلي حتى كيسخن مزيان من بعد غادي ندخل هاد شهده ديالي باش غادي طيب كنزيد كننقص الفران شوية نخلي اقل من 180 هكا باش كيطيبو على خطرهم بالنسبة للمدة فغادي تبقى على حسب النوعية ديال الفرن اللي عندكم من اللي هسافي كنحسو بي هكا ره طاب من التحت كنزيد و كنشعلو عليه الفوق غير باش كتجي هديك الهباب بسربة هكا كياخد هاد اللون هادا و من اللي كيطيب فكنحيدو هكا كمن الاتار من اللمون فانا بالنسبة للتزين و اللي غادي بقى اختياري انا ذهنتو من الفوق بالمربة و درت هكا الرقائق دياله اللي محمرين و درت خطوط بالشوكولات ديال الدهن هكا بهذا الشكل هادا ما بين كله وحده وحده درتها كخط بالشوكولات ديال الدهن و كيجي الشكل دياله بحالك تقدرو تخليوه عادي وتقدرو تزيدو هاد الاضافه هدي حتى هيكا تعطيه الشكل اللي مختالف و من اللي كيطيب فهدا هو الشكل دياله و كيجي فحالك كيجي خفيف بزاف بحال إلي كتاكلو هكا الكيك كيجي رائع بزاف و كيف ما شفتو بدون دلك و بدون اي مجهود و ما كياخدش وقت نهائيا بسرعة كيوجد كنتمنى انكم تجربوه ان شاء الله انا الاعجاب ديالكم ونتلقاوه في وصفات اخرى اشتركوا في القناة 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 ترجمة نانسي قنقر